هذه أبرز العناوين الرحيل أو الاستمرار مونشستر يونيتد يحسم في مصير صوفيانا مربطة نجم المنتخب المغربي يتلقى مفاجأة في مباراة المغرب وزامبيا ريال مادريدي يلاحق نجما مغربيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الرحيل أو الاستمرار مونشستر يونيتد يحسم في مصير صوفيانا مربطة أفسح نادي مونشستر يونيتد الإنجليزي عن قائمة اللاعبين المستمرين مع الفريق مقابل تحديد المغادرين في المركات الصيفية وعرفت قائمة اللاعبين المستمرين مع النادي غياب النجم المغربي صوفيانا مربطة ما يؤكد الأنباء التي أجمعت على أن إدارة مونشستر يونيتد لا رغبة لها في بقائها في حين كان المدير الرياضي لنادي في يارونتين الإيطالي دانيال أبرادية قد أكد سابقا أن مونشستر يونيتد لم يفصح عن رغبته في تمديد ارتباطه بالصوفيانا مربطة وتبع أنه بشكل شخصيا يفضل عودة المغرب إلى الفريق والسمرارها بيد أن اللاعب له أهداف أخرى ويحتم أن ينتقل إلى فرق أخر وعاش أمر رابط موسما مؤتد بذبانا مع مونشستر يونيتد بين مباريات قدم فيها مستويات جيدة وأخرى متواضعة مع غيابه لفترات عن الميادين بسبب اختيارة المدرب أريك تينهاك نجم المنتخب المغربي يطلقى مفاجأة في مباراة المغرب والزامبيا أبرز التقاري الصعف من بريطانيا أن ناديين إنجليزيين من الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أرسل ممثلين عنهما إلى مدينة أغادير من أجل حضور مباراة المنتخب المغربي ضد الزامبيا لحساب الجولة الثالثة من التصفية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر تنظمها في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيكا وحسب نفس المصدر فإن الهدف هو متابعة اللاعب المغربي أيوب الكعبي في المباراة حيث أنه محط أنظار فريقين إنجليزيين بارزين وسيتم إعداد تقرر خاص وشامل عن اللاعب في أفوق التعاقد معه من قبل أحد الفريقين خلال المركات الصيفي القادمة ولم يتم الكشف عن هوية هادين الناديين لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن نادي أستون فيلا واليستر سيتي الإنجليزية قد أبدأ إعجابهم الشديد بإمكانيات المهاجم المغربي أيوب الكعبي نظرا لتألوقه الكبير في مصابقة دور المؤتمر الأوروبي علما بأنه حصل على جائزة أفضل لاعب وأفضل هداف في المصابقة الأوروبية ريال مادريد يلاحق نجمان مغربيا فجرت مصادر صحفية مفاجأة كبرى بالقول أن ريال مادريد المتوج مؤخرا بلقب دور أبطال أوروبا عدم جديد لملاحقة المغرب أشرف حكيم مدفع باريسان جرمان من أجل الضفر بخدمته بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وحسب موقع تيم تولك فإن ريال مادريد لن يتوقف عند الحصول على خدمة كليان بابي في صفقة مجانية بل سيواصل مساعيه للتعاقد مع نجم آخر من باريسان جرمان وهو المدافع المغربي أشرف حكيمي وتبع الموقف الشهير في تقررها ريال مادريد يواصل العمل على تعزيز الصفوف خاصة من النحية الدفاعية الآن بدأ التحرك بصورة رسمية من أجل التعاقد مع أشرف حكيمي ويعتقد ريال مادريد أن أشرف حكيمي هو الخيار الأمثل لخلافة داني كرفخال لأسباب عديدة أبرزها صغر سنه وخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية وقدرته الفنية المذهلة وصدقته القريبة مع كليان بابي وكونه لاعبا سابقا في النادي الملكي سوفيان رحيمي يحسم مستقبله مع العين تلقى وكيل أعمال الدولي المغربي سوفيان رحيمي ثلاثة عروض رسمية من أندية كبيرة في دور الرشن السعودية إضافة إلى رابط أندية أوروبية في التعاقد معه على رأسها إشبيلي الإسبانية الذي يلعب له مواطنه يوسف انصري ونقلت مصادر مطلعة أن سوفيان رحيمي توصل بثلاث عروض رسمية من النصر والاتحاد والشباب السعوديين ويرغب النادي الشباب بقوة في التعاقد مع مهاجم المنتخب المغربي وهو ما يجعل رحيل اللاعب عن العين أمرا محتملا في فترة الانتقالة الصيفية القادمة وأبرز أن مسؤول العين لا يرغبون في السماح لسوفيان رحيمي بالرحيل عن الفريق لأي نادي آخر في الصيف رغم قيمة العروض الكبيرة التي تصل إلى وكيل أعمالها وأكد رحيمي أن فريق العين في المقام الأول ويضع مستقبله رهن إشارتهم لاتخاذ أي قرار مع وكيل أعماله الذي يعمل مع نادي العين منذ أعوام كيليان بابي يتلقى صدمة بعد انتقاله إلى ريال مدريد تلقى كيليان بابي نجم منتخب فرنسا صدمة أولى بعد إتمام انتقاله إلى ريال مدريد بعقد يمتد حتى الصيف 2029 ونشرت شبكة راديو مونتي كاردو تقرر مطولا تبرز في أسباب عدم استفادة كيليان مما يسمى بقانون بابي في إسبانيا وأشرت إلى أن هذا القانون لا يزال قيد الدراسة قبل اعتماده رسميا في مجلس مدينة مدريد والبرنمان الإسبانية ويهدف هذا القانون لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإسبانية لكنه ليس مخاصصا للمبابي أو غيره من لاعب كرة القدم في ظل كثرة الانتقالات ووضحت أن القانون ينص على تخفيض ضربة الدخل على المستثمرين سواء الأجانب أو الإسبان إلى 20% من الدخل الشخصي طالما يتم استثمار الأموال داخل مدريد وذكرت أنه انتشرت شائعة بأن هذا القانون يستهدف الأجانب الذين يتجاوز دخلهم 300 ألف يورو سنويا ونقلت مونتي كارلو عن صحيفة مارك الإسباني أن القانون يستهدف جذب الشركات الكبيرة المدفوعة بالرغبة في الاستثمار في الاقتصاد المحلي وأكدت على لسان مدير الضرائب بإحدى شركة تسويق للاعبين أن هذه الضربة ستضبق على من يقيم في إسبانيا 6 سنوات على الأقل وأوضح فرانسيسكو الصاليناص الربط بين هذا القانون وقدم كليان بابي لا معنى لها بل سيتعين على كليان استثمار 250 مليون يورو خمسة أضعى في راتبه السنوي خلال عامه الأول في مدريد وفقا لهذا الخبير الضريبي فإن مشروع القانون هذا لا علاقة له بالقانون الذي تم تقديمه عام 2005 تحت اسم قانون بيكام الذي تم تعديله ليفرد 24% ضريبة على دخل الأجانب جادرون بيت ذكر أن النجم الفرنسي كليان بابي انتقل إلى فريق ريال مادريد في فترة الانتقالات الحالية بصفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع فريق باريسان جرمان الفرنسي الذي قضى معه سبع سنوات هذه أبرز العناوين الرحيل أول استمرار مونشستر يونيتد يحسم في مصير صوفيانا مربط نجم المنتخب المغربية تلقى مفاجأة في مباراة المغرب وزامبيا ريال مادريد يلاحق نجما مغربيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحدة تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس اشتركوا في القناة